السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة فرنسي أفك لوبنا لتعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف حصة اليوم خاصة بالمبتدئين الذين يرغبون في تعلم قراءة نص بالفرنسية خطوة بخطوة ويتعرفون على أسرار الحروف التي لا تنطق وغيرها من القواعد الخاصة بالقراءة يعني جميع القواعد المهم هنا فقط أريد الإشارة إلى الأشخاص الذين يسألون عن دروس هذا الكتاب الذي يظهر لكم على الشاشة يعني دروس سنة الرابعة ابتدائي لمن أراد متابعة هذه الدروس الخاصة بهذا الكتاب ستجدون الرابط في أسفل الفيديو في صندوق الوصف إذن نبدأ على بركة الله بهذا النص النص بعنوان المغياج يعني حفل الزفاف وعليكم السلام ورحمة الله في البداية سوف أقرأ النص بأكمله سأترك لكم الفرصة في القراءة الأولى لكي تتعرفون على مستوى الفرنسي لديكم يمكنكم أن تشرحوا هذه الجمل أو هذا النص وفي القراءة الثانية للقطعة سوف أشرح هذا النص ثم بعد ذلك سوف نتطرق إلى قراءة النص خطوة بخطوة وصندرسوا القواعد القراءة للحروف إذن نبدأ على بركة الله حفل الزفاف أو حفلة الزواج إلى أسبوع إذن المهم هنا أسبوع يعني فهي يلحد دينما كوتىوس يعني موكالفة فهي يموكالفة نوانما selon les moyens de la famille selon بحسب les moyens إمكانيات de la famille العايلة بحسب إمكانيات العايلة دينما نقول الحفل الفعلي يتمو في قاعة كبيرة سال قاعة كبيرة سال قاعة سال قاعة سال قاعة حتى يتمكن être vu de tous حتى يتمكن الجميع من رؤيتهما حتى يمكن أن يراهما الجميع Une partie de la salle est réservée à l'orchestre la jeune épouse arrive dans l'assistance vêtue, dain donc une partie de la salle جوز من الغورفا est réservée يخصصو أو محجوز à l'orchestre للفرق الموسيقيا la jeune épouse الزوجة شابا يعني العروس arrive dans l'assistance تسلو إلى الحضور vêtue مرتديتن دون دون كفتان بلون avec des bijoux assortis on l'a fait asseoir dans une cabine à porteur là à Maria à Maria دون كفتان donc هنا qu'on a vêtue d'un كفتان بلون يعني مرتديتن كفتان بلون يعني كفتانا avec des bijoux مع المجوهارات assortis يعني متلائمة متلائمة يعني مع مع القفتان on la fait asseoir يتم يجلسوها dans une cabine في مقصورة à porteur في مقصورة يعني محمولة بأشخاص la عمارية هي العمارية العمارية la أمارية هناك من يشرح يعني النص قبل هذا جيد donc le mari الزوج porte يرتدي une جلبة blanche جلبة بن abياد des invités الدويف dansent يرقصونا de temps en temps من الحين لل آخر من وقت لل آخر au rythme de la musique على النغام الموسيقى 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 ستermine تنتهي aux alentours في حوالي de 5 heures du matin في حوالي الساعة الخامسة صباحا إذن الآن سوف نقرأ النص خطوة بخطوة حاولوا القراءة قبلي لكي تستفيدوا أو تتعرفوا لماذا بعض الحروف قرأت بطريقة مختلفة دائما عندما يأتي متبوعا بvoyال يعني حرف متحرك يقرأ يحرف النص يحرف لكن مخيف بالمر pesar القراءة الحرقة الى معرؤية الآن خطوة ومن كنت ست calendرج ألعب ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع هنا لاحظوا أ نطقنه أ لأنه جاء متبوعا بحرفين ساكنين إذن أ إذا جاء متبوعا بحرفين أو ثلاث حروف ساكنة ينطقوا أ ترجمة نانسي قنع 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 Selon les moyens de la famille. Le, moi. هنا أردت الإشارة. يعني أنا تعمت أن أقصم الكلمة هنا. لكي ألتفت أو ألفت انتباهكم إلى شيء مهم. هنا دائما O عندما تأتي متبوعة ب-Y. فهي يعني تكون مثلها مثل أو قراءتها مثل عندما تكون متبوعة ب-E. ذكرت لكم في درس سابق أن I و Y يقرأني أو يلعبني نفس الدور. يعني هنا O مع I تقرأ و. أيضا O مع Y تقرأ و. لأنني فقط هنا قلت لكم للتو و شرحت لكم أن I إذا جاءت متبوعة ب-Voyel يعني تنطق ي. لذلك نطقنا هنا Y مغياج نفس شيء بالنسبة ل-Y لأنها يعني جميع حالتها مثل حالة I. إذن نفس شيء لأن هنا Y جاءت متبوعة ب-Voyel بحرف متحرك لذلك سوف ينطق ي. لأنكم تعلمون أن سوف أكتبها لكم حتى تفهموا. I إذا جاءت متبوعة ب-Voyel. اذا نفس شيء بالنسبة ل-Y. Y أيضا إذا جاءت متبوعة ب-Voyel. ستنتقو ين لذلك قلنا مو ين مو ين د ل ف مي د ل ف مي د 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 تلاحظون أنه في بعض الأحيان ينطقو كاك كحرف الكاف مغوك ثم هنا سي غيموني ثم هنا نطقا كحرف السين ثم هنا كو تز كو تز إذن نطقا كحرف الكاف إذن سي متى ينطقو كحرف الكاف ومتى ينطقو كحرف السين في العربية إذن انتبهوا معي سي ينطقو كحرف السين في العربية إذا جاء متبوعا بأحد هذه الحروف المتحركة سيف وايل إذن إذا جاء متبوعا بأ ينطقو س إذا جاء متبوعا بإ ينطقو سي إذا جاء متبوعا بـ Y ينطقو C داكور أيضا إذا جاء متبوعا بـ H ينطقو كحرف شين ينطق كحرف شين يعني CH تنطقو ش وفي بعض الأحيان CH تنطقو ك تنطقو ك هناك بعض الحالات تنطقو فيها ك مثلا وسوف نرى هذه الكلمة في هذا النص أيضا تكتبو ولكنها تنطقو ك أما جميع الحالات المتبقية كلها تنطق فيها كحرف الكاف عندما أقول جميع الحالات المتبقية أعني بها يعني الحروف المتحركة المتبقية ثلاثة الأخرى يعني A و O و U إذا جاءت متبوعة إذا جاءت متبوعة أو بعد الس فتنطقو ك يعني تنطقو كحرف الكاف أيضا إذا جاءت آخر الكلمة ك كلمة ما غوك إذا جاءت وإذا جاءت متبوعة بحرف ساكن تنطقو كحرف الكاف إذا جميع الحالات المتبقية كلها تنطقو كحرف الكاف لذلك قلنا ماروك إذن جاءت آخر الكلمة ماروك ثم هنا سي لأنها جاءت متبوعة بأ وهنا كو لأنها جاءت متبوعة بأو لذلك نطقت كحرف الكاف الآن انظروا إلى هذا الحرف المكتوب بالأخضر مغياج جغوند إذن لماذا هنا نطقة ج وهنا نطقة ج أيضا نفس ما قلناه على الس سنقوله على ج لاحظوا معي إذن ج ينطق كحرف الجيم إذا جاء متبوعا بأحد هذه الحروف يعني أ أو إ أو إغرق إذن إذا جاء متبوعا بأ ينطق ج إذا جاء متبوعا بإ ينطق ج إذا جاء متبوعا بإغرق ينطق ج داكور؟ الآن الج إذا جاء متبوعا بأن إذن إذا جاء الج متبوعا بأن فينطق ني ني مثل مثلا كومباني كومباني داكور؟ أيضا جميع الحالات المتبقية كلها ينطق فيها ك ج عندما أقول جميع الحالات يعني كما قلت لكم بالنسبة ل س يعني إذا جاء بعده آ أو 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 إذا جاء بعده حرف ساكن إلى آخره نكمل القراءة لكومباني 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 هنا لماذا لم أقل ت لأن أ لا تنطق في هذه الكلمة سوف نرى فيما بعد لماذا لا تنطق سوف نرى فيما بعد هناك من أجب في التعليقات رأيت من أجب عن القاعدة التي تظهر على الشاشة يعني للحرف R هذا جيد سوف نتطرق لها فيما بعد إذن الآن نركزوا معي فقط في القراءة بعد ذلك سوف ننتبه إلى القاعدة سوف ننتبه إلى القاعدة سوف ننتبه إلى القاعدة سوف ننتبه إلى القاعدة لأنها لاحظوا جاءت متبوعة بثلاث حروف ساكنة س ت خ داكوه إذن عندما عندما تأتي متبوعة قلنا بحرفين أو ثلاث حروف ساكنة فهي تنطق كالصوت A داكوه لذلك قلنا أستخد 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 أسي أو ت أو ت أسي لاحظوا أن H في الفرنسية لا تنطق يعني كما لو أنها ليست موجودة نقول أو أو ت 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 الآن لاحظوا معي الحرف المكتوب بالأحمر الذي هو R هناك من أجب في التعليقات عن القاعدة ولكن لا بأس من تذكارها لاحظوا معي لاحظوا معي هنا سرموني سرموني هنا هنا proprement إذن قولنا خ ولسا خ لن نقول proprement وإنما proprement إذن خ proprement أيضا هنا estrade ولسا estrade إذن estrade إذن لماذا أغ تنطق غ وأيضا تنطق خ إذن متى تنطق غ ومتى تنطق خ انتبهوا معي بالنسبة للجدد أما الذين يتابعون هذه السلسلة فهم يعرفون ذلك جيدا دونك أغ تنطق غ في جميع الحالات لكنها تنطق كحرف الخ في العربية إذا جاءت مسبوقة بأحد هذه الحروف الأربعة يعني سي تي أف بي إذن إذا جاءت مسبوقة بسي نقرؤها كخ إذا جاءت مسبوقة بطي نقرؤها تخ إذا جاءت مسبوقة بأف نقرؤها فخ إذا جاءت مسبوقة ببي نقرؤها بخ إذن هذه الحروف الأربعة إذا سبقت ونجمع هذه الحروف الأربعة كما قالت زهرة البنفسج في التعليق الآن نجمعها في كلمة وهي كتف بي إذن فقط لكي لا تتذكرها جيدا ولا تنسوها إذن هذه الحروف الأربعة فاطمة بن راب إذن هذه الحروف الأربعة إذا جاءت قبل أغ تنطق كحرف الخاء في العربية نكمل القراءة نحاول أن تقرأ قبلي نحاول أن تقرأ قبل أغ تنطق كحرف الخاء في العربية نحاول أن تقرأ قبل أغ تنطق كحرف الخاء في العربية نحاول أن تقرأ قبل أغ تنطق كحرف الخاء في العربية نحاول أن تقرأ قبل أغ تنطق كحرف الخاء في العربية أو أن تقرأ قبل أغ تنطق كحرف الخاء في العربية أو أن تقرأ قبل أغ تنطق كحرف الخاء في العربية أما بالنسبة للكلمات الأخرى يعني إذا كانت اسم إذا كانت نعت إذا كانت يعني أدفرب المهم إذا كانت أن نو وبيان أدجكتيف وبيان أدفرب كلها ننطق فيها في الأخير ولكن إذا كانت الكلمة فعل هنا لا ننطق في الأخير لذلك هنا لم ننطقها وقلنا سسوى سسوى لما غي ي نفس الشيء هنا لاحظوا غي غي ولكن هنا نطقت ي لماذا لم أقل اي لأن قلنا قبل قليل أن اي إذا جاءت متبوعة بحرف متحرك فهو ينطق ي داكور لذلك قرأنا ما غي ي ما غي ي الآن انتبهوا معي إلى هذا الحرف المكتوب بالأحمر إذن سوف نعود له فيما بعد سوف نكمل القراءة ونعود إليه فيما بعد تكلمين في المدفع نعم في المدفع الهوية لذلك Wherefore سوف نعود له فيما بعد الآن لاحظور هنا سوف أقسمها بهذه الطريقة. لحظوا معي هنا. هنا هنا لم تقرأ لماذا؟ لأن هذه الكلمة فعل. إذن هذه الكلمة هو فعل. إذن الآن سوف نلاحظ هذا الحرف الملون الذي هو أس. سوف نرى القراءات المختلفة له ولماذا يقرأ على هذا الشكل. لحظوا معي. سوف نرى القراءات المختلفة له ولماذا يقرأ على هذا الشكل. أول شيء لاحظوا أننا قلنا في دروس سابقة أن جميع الحروف إذا جاءت آخر الكلمة لا تنطق مع أربعة حروف وهي فركل 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 ولكن لاحظوا معي أن أس ضمن الحروف التي لا تنطق إذا كتبت في الأخير يعني أس هنا لا ينطق ولكنها هنا نطقت توس نطقت إذا لمن يريد أن يعرف لماذا توس نطقت هنا سين سوف أترك لكم يعني رابط الفيديو الذي يشرح هذا الدرس بالتفصيل في صندوق الوصف ستجدونه في صندوق الوصف لأن توس عندما تكون مكتوبة بأس في بعض الأحيان ننطقها وفي بعض الأحيان لا ننطقها يعني لا علاقة لها بالقاعدة التي ذكرنا أن جميع الحروف الساكنة لا تنطق في الأخير ما عدا فركل هذه قاعدة خاصة بتوس إذا توس في بعض الأحيان تكتب يعني تكتب بأس في الأخير طبعا للدلالة على الجمع لكن أس في بعض الأحيان ينطق وفي بعض الأحيان لا ينطق في هذه الكلمة أقصد توس إذن إذا تبعتم الدرس المشروح في الرابط الذي ذكرت لكم يعني تكلمت لكم عنه سوف تفهمون ذلك بالتفصيل نعود إلى هذا الحرف لماذا في بعض الأحيان ينطق أس وفي بعض الأحيان ينطقوا ز سور ستاستخاد اندسپوز دسيجز امبوزون هنا لاحضوا دسيجز امبوزون إذن يمكنني أن أقوم بلا ليازون يعني الربط بين آخر حرف ساكن وأول حرف متحرك ويمكن أن لا أربط لأن هذه تسمى أو ضمن الحالات التي نسميها ليازون فاكولتاتيو يعني ربط ربط مسموح به لأن الفرنسية يعني الربط في الفرنسية ثلاث أنواع إما ربط يعني ليازون أوبليغتوار ربط ملزم أو إلزامي يجب أن نقوم بالربط إما أن يكون ربط يعني ليازون فاكولتاتيو يعني مسموح به وإما أن تكون ليازون انتغديد يعني ممنوع القيام بالليازون هذا الدرس أيضا ستجدونه في القناة متى تكون ليازون فاكولتاتيو يعني مسموح بها متى تكون ليازون أوبليغتوار إلزامية ومتى تكون انتغديد يعني ممنوع سوف تجدونه في القناة لمن يريده يمكنه فقط أن يكسب لي في التعليق وسوف أترك له الرابط إذن هنا لماذا لماذا يمكنني يمكنني أن أقوم بلا ليازون ويمكنني ألا أقوم بلا ليازون لأنها كما قلت لكم ضمن حالات ليازون فاكولتاتيو إذن ما هي هذه الحالة الحالة هي عندما يكون لنا اسم في الملجمع كما هنا النور أو بلوريال سياج هو في الجمع يعني اسم جمع متبوعا بأدجيكتيف نعت إذن عندما يكون لنا اسم جمع متبوعا بأدجيكتيف في هذه الحالة نقوم بلا ليازون أو لا نقوم يعني تكون مسموحة إما أن نقوم بها أو لا نقوم بها لا مشكل دكار إذن سوف نعود للقاعدة لكي نتعرف على متى ينطق كحرف سين ومتى ينطق كحرف زاد إذن لاحظوا معي هنا اس ينطق كحرف زاي في العربية في حالتين الحالة الأولى هي التي ترونها أمامكم عندما يكون اس محصورا بين دووويال يعني محصورا بين حرفين متحركين قبله ووويل وبعده وويل مثل هنا سغيز حب الملوك أو ماذا يسمى يعني كارز دكار هنا مازون مازون يعني منزل دونك اس قبله وويل وبعده وويل هذه الحالة الأولى ينطق فيها ز اس ينطق فيها ز الحالة الثانية عند يعني عند الربط هنا في عند الربط اس لا تنطق اس وإنما تنطق ز نقول لاز لاز انف وليس لاز س انف دكار إذن نقرأ لاز انف باقي الحالات كلها تنطق فيها كحرف الس كحرف الس إذن يكفيكم أن تتعرفوا فقط على هاتين الحالتين لكي تتعرفوا على القراءات المختلفة ل اس نعود إلى النص إذن حاولوا أن تقرأوا قبلي في اللقاء قgam ن 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 تي partie de la salle la salle et réservé réservé à l'orchestre l'orchestre une partie de la salle est réservé à l'orchestre une partie de la salle est réservé إذا لاحظوا أن S هنا notiqua Z لأنه جاء محصورا بين deux voyelles بين حرفين متحركين لذلك نطقنه Z R Z هل لاحظتم إذا بالنسبة هنا ل E نطيقة A كما قلت لكم قبل قليل لأنها جاءت متبعة بحرفين ساكنين R و V réservé à l'orchestre إذا لاحظوا هنا C H نطيقة K كما قلت لكم قبل قليل أنها يعني تنطق في بعض الكلمات ك مثل l'orchestre مثل orchestre نفس شيء بالنسبة لE هنا نطيقة A لأنها جاءت متبعة بثلاث حروف ساكنة قلنا أن E تنطق A إذا جاءت متبعة بحرفين ساكنين أو ثلاثة يعني S T R لذلك نطيقة orchestre إذن حاولوا أن تقرأوا قبلي إذن الآن أنتبهوا معي إلى الحرف المكتوب باللون الأحمر UN إذن UN لم نقل UN نفس الشيء بالنسبة لPARTY لم نقل PARTY DE SAL لم نقل SAL لاحظوا هنا DE نطقنا E ولكن هنا لم ننطق E قلنا SAL وليس SAL RESERVE لم تنطق ORCESTRE لم تنطق نعم هنا كمن أجاب في التعليق عن السبب لأنه من المتابعين الأوفياء DONG JONE E لم تنطق في الأخير EPOZ لم تنطق في الأخير ARRIVE لم تنطق في الأخير LASISTANCE لم تنطق في الأخير وVETU لم تنطق في الأخير إذن لماذا متى تنطق E إذا جاءت في الأخير ومتى لا تنطق لاحظوا معي إذن بالنسبة للحروف المتحركة يعني LEVOYEL جميع LEVOYEL إذا جاءت آخر الكلمة تنطق تنطق ما عدا حرف واحد هو E E إذا جاء آخر الكلمة ينطق في بعض الأحيان ولا ينطق في بعض الأحيان الأخرى إذن متى ينطق 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 إذا جاء يكون لنا صوتا واحدا فقط لاحظوا معي مثلا هنا D صوت واحد تسمعون N حروف ساكينة والحروف المتحركة الحروف ساكينة هي التي نسميها بالفرنسية LES CONSONN وما هي هذه الحروف هي B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z إذن هذه هي les consonants أو الحروف الساكينة أما الحروف المتحركة فهي التي تسمى بالفرنسية LES VOYEL تسمى متحركة لأنها تحرك لنا هذه الحروف الساكينة دقاء وما هي هذه الحروف المتحركة هي A E I O U Y إذن هذه هي الحروف المتحركة أو LES VOYEL نكمل حاولوا أن تقرأوا قبلي دن avec, avec, des bijoux, bijoux, assortis, assortis. D'un cafton blanc avec, des, bijoux, assortis. On l'a fait, on l'a fait, asseoir, asseoir, dans une, une, dans une, cabine, cabine, apporteur, porteur, la, a, ma, ri, ya, a, maria. On l'a fait, asseoir, dans, dans une, cabine, apporteur, la, a, maria. Donc, lauhez humain, voici, assortis. Tarzoutis, on l'a fait, des si, des si, des c'est, des si, des c'est, des c'est, des c'est, des c'est, des c'est. نعم سلينا سلينا كتبت القاعدة لأنها من المتابعات الأوفياء إذن لاحظوا معي هنا لماذا بعض الحروف في الأخير تنطق وبعضها لا ينطق لاحظوا معي الآن القاعدة إذن الحروف ساكينة إذا جاءت آخر الكلمة فهي لا تنطق ما عدا أربعة حروف هي هذه الحروف إذا جاءت آخر الكلمة تنطق هذه الحروف حتى لا تنسوها جمعناها في كلمة فركل أو فركل إذن هذه الحروف إذا جاءت آخر الكلمة تنطق لكن هذه القاعدة ليست عامة ليست مطلقة لماذا؟ لأن هناك بعض الاستثناءات هذه الاستثناءات ليست كثيرة هذه القاعدة تساعد بشكل كبير على القراءة تساعد بشكل كبير جدا على القراءة لكن هناك بعض الاستثناءات كما قلت لكم سابقا تتعرفون عليها مع الممارسة مع القراءة المستمرة والسماع إذن هناك بعض الحروف التي لا تخضع لهذه القاعدة أو ليست الحروف بعض الحالات بعض الحالات لا تخضع لهذه القاعدة فمثلا كبلون هذا المثال الذي أعطيه لكم دائما يعني اليوم صدفناه في هذا النص إذن بلون ينتهي بالسي ومع ذلك لا ينطق وقلنا أن السي إذا جاءت آخر الكلمة تنطق لكن هذه الكلمة من ضمن الاستثناءات التي لا تنطق فيها إذا جاءت آخر الكلمة نعم هناك من كتب في التعليق للاتر مويت يعني الحروف الصامتة التي لا تنطق إذن لاحظوا معي سوف نعود إلى هذا المقطع لكي ندرسه جيدا لاحظوا معي بلون قلنا أن السي لم تنطق لأن هذه الكلمة هي حالة استثنائية في حين أن أفك هنا نطق السي لماذا؟ لأنه ضمن حروف فخكل إكس لم ينطق لأنه لا يتواجد ضمن حروف فخكل نفس الشيء بالنسبة لآس والتي في حين أن آغ نطقت لأنها ضمن حروف فخكل هنا الحرفان لداني يعني تواجد آخر الكلمة نطقنا فيه آغ ولم ننطق فيه آس لماذا؟ لأن آغ ضمن حروف فخكل أما آس ليست ضمن حروف فخكل لذلك لم ننطقها هناك من شرح لكم في التعليق بلون يعني أبيض لمن يريد طبعا شرح هذا النص والتحق بنا للتو نحن شرحنا النص بأكمله في بداية الحصة يمكنكم أن تستمعوا إلى بداية الحصة وسترون الشرح بأكمله الآن سوف نكمل النص إذن حاولوا أن تقرأوا قبلي لمن يريد طبعا شرح هذا النص بلانش نعم بالنسبة فقط هنا إشارة بلانش هو مؤنط لبلان بلان أبيض وبلانش بيضاء إذن حاولوا أن تقرأوا قبلي بلانش بيضاء بلانش بيضاء بلانش بيضاء بلانش بيضاء بلانش بيضاء بلانش بيضاء سواء كانت اسم أو نعت أو adverbe إلى آخر لكنها لا تنتقوا في الكلمة إذا كانت فعل إذن بما أنا دانش فعل يعني le verب دانسه مصرف ومن يطفعون بلانش بيضاء على ثلاثة الانش بيضاء E مع M يعطينا صوت يعني مستقل الذي هو E M تعطينا ولكن هنا لم ننطقها لماذا؟ لأنها ليست ضمن حروف فخكل دائما le H في الفرنسية لا ينطق سواء جاء في أول كلمة جاء في وسط الكلمة أو آخر الكلمة المهم le H دائما لا ينطق لا ينطقي أو رئيس أو رئيس لنطق الأهم لأنه جاء قبله وذالك ووقف جاء أمانس بين حرفين ام إذا حاولوا أن تقرأوا قبلي يمكنك سترك قبلي ستقرأوا قبلي كبلي ستتكلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأنه كما قلنا رغم أنه جاء أول كلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأنسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر لأن هنا لاحظوا نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ت Jaz T تنطق كحرف اسن في العربية إذا جاءت متبعة ب E ثم متبعة ب حرف متحرك آخر نانسي يذان هنا جاء متبعا ب E ثم نعلم اناسي نعلم وطني ambitieux نفس شيء متبع بي ثم متبع بي ووية أخرى لذلك قلنا سي ambitieux يعني طموح initial نفس شيء هنا ي ثم متبع بي ووية أخرى initial أولي confidentiel سري يعني ي ثم متبع بي confidentiel سري هنا هناك ستنا لبعض الكلمات التي تكون متبعة بي ووية أخرى ولكنها لا تنطق وإنما تنطق ت مثل مثلا vestiaire تعني غرفة تبديل الملابس الحالة التي تنطق فيها كحرف ت هي عندما تأتي متبعة بأحد هذه الحروف المتحركة والتي هي او اي او اي نقول مثلا توب انبوب تغواغ درج ستيلو قلم حبر والحالة التي ينطق فيها كحرف ط هو عندما يأتي متبعا بأحد هذه الحروف المتحركة والتي هي ا ا ا او ونقرأ ط ت طو مثلا ط طامي غربل ت تناس عنيد ط سيارة اذا الى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صلح الدعاء والى حلقة اخرى باذن الله تعالى اشتركوا في القناة شكرا